هجمات تليها هجمات والاستراحة تذكر على الحدود السعودية اليمنية حيث تحاول الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية التي تطلقها ميليشيات الحوثي الضغط على الرياض مقابل انتزاع موقف ما لصالحها في المحادثات اليمنية المرتقبة وعلى العكس من توقعات ميليشي الحوثي استأنف التحالف العربي عملياته في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين ذلك بعد توقف طويل والاكتفاء بإسناد قوات الحكومة الشرعية اليمنية في بعض خطوط المواجهات العسكرية مثل مأرب حسن النوايا تجاه التهدئة إذن ليس سكا على بياض بهذه المقولة بدأت الرياض عملياتها الجوية بعد توقفها استجابة لضغوط أممية ودولية في موقف لا يأتي بصالح رياح سفن الحوثيين التي تريد تحييد طيران التحالف في معركة مأربة الاستراتيجية التي يلقي الحوثيون بكل ثقلهم العسكري والسياسي والإعلامي للسيطرة عليها قبيل أي مبادرة لوقف إطلاق النار واستئناف المشاورات السياسية برعاية الأمم المتحدة لكن المشكلة الأساسة اليوم كما يرى مراقبون هو ترك التحالف العربي ميليشيا الحوثيين بدعم إيران تقرر مستقبل اليمن بينما لم يستطع التحالف حسم المعركة العسكرية لصالح الحكومة الشرعية والمدنيين في اليمن الذين بقوا يكتوون بنيران الأوضاع الإنسانية الصعبة والتجاذبات الدولية التي حولت اليمن إلى ساحة للصراع الدولي على الجانب الآخر لا تبدو ميليشيا الحوثي هي المعنية الوحيدة في التحرك السعودي الأخير بل إدارة جو بايدن التي بدأت عهدها برفع اسم ميليشيا الحوثي من قوائم الإرهاب وهي خطوة ألقت بظلالها الصعبة على الحكومة الشرعية ومن خلفها الرياض التي تملك أوراق قوة حاليا وبانتظار استعمالها وهو ما قد يغير خارطة التوازنات في اليمن وينهي التداعيات الإنسانية الصعبة على اليمنيين